موسيقى السادس والعشرون من نوفمبر من عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وجه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم خطابا طويلا ومفصلا عبر التلفزيون تناول فيه مسيرة السنوات الخمس الأولى من عمر النهضة العمانية الحديثة راسما ملامح مستقبل النهضة التي يقودها جلالته ومما جاء في الخطاب أيها الأخوة إننا شعب مسلم يعتز بإسلامه وإيمانه ولذا نضع تعاليم ديننا فوق كل اعتبار ونستلهم من رسالة المسجد ما ينير طريق حياتنا ويضيء درب تقدمنا إن الشؤون الإسلامية هي النبراس الوضاء الذي نحرص كل الحرص أن تشرق أنواره في جوانب أنفسنا وعلى ربوع بلادنا وجاء أيضا ومن مفهوم أن الناس سواسية كما علمنا ديننا وأنه لا فرق بين المواطنين في الحقوق والواقبات وأن أكرمكم عند الله أتقاكم فإننا نحرص كل الحرص على إقامة العدالة الاجتماعية وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحة وأضاف جلالته في خطابه أيضا إننا ننتمي إلى الأسرة الدولية نحدد سياستنا بمنتهى الوضوح يد تبني في الداخل ويد تمتد بالخير والعطاء والمشاركة الفعالة في أحداث العالم وتطوراته كما نوه جلالته إلى أهمية الإعلام الصادق الصحيح البعيد عن الإثارة والتهويل أيها المواطنون في الداخل والخارج لا بد من كلمة صادقة من خبر صحيح سيصورة مشرقة تنقل ما يدور على أرض عماننا الحبيبة وتعكس الأعمال القسام والآمال الكبار لشعبنا هذه الكلمة الصادقة وذلك الخبر الصحيح يدخلان إلى بيوتنا وبيوت غيرنا بدون إثارة ولا تهويل دون ضجة ولا إزعاق نحن نريد أن نعرف أنفسنا ويعرفنا العالم كما نحن تماما ويهمنا كثيرا أن يعرف المواطن العماني بالذات ملامح مسيرته الضافرة التي حققها بعزمه وإرادته وتعاونه مع حكومته فهو أولا وأخيرا جهاز إعلامي حي تؤيده الإنجازات العظيمة التي يراها بأم عينه على ساحة وطنه الغالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر